فبالتالي اهيب بكل الناس اهيب بكل الناس مش بس الناس دي انه هم يعني يخلوا النظرة موضوعية شوية بلاش فكرة الغل في الانتقاد بلاش فكرة الانتقام من اجل ان اكون موجودا بلاش تخلي الناس في عداء عداء معاك اتكلم في قضية وحيدة اتكلم في قضية بها موضوعية انا بس زميلة فكروني بحاجة طب والنبي لو قدرت تعرضها عرضها معلش يعني جهزها جهزها يوم عشرين مايو واخد بالك بيان عن حزب المحافظين يدين حزب المحافظين تراجع السلطة المصرية عن التضامن مع دعوة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية ويعد هذا التراجع استكمالة لسياسات المتخزلة منذ اجتياح اسرائيل لغزة واعادة احتلالها بما في ذلك محور صلاح الدين ويعتبر الحزب سكوت السلطة المصرية وعدم اتخاذها اي اجراءات بمثابة موافقة ضمنية على جرائم الاحتلال طب انا هجيب واحد من دنمارك يحط الكلام ده واجيب لك اخر تصريحة عن الدولة المصرية ان محاولات اسرائيل مستمرة بتصدير الاكاذيب حول الاوضاع الميدانية لقواتها في رفع بهدم التعتيم على فشلها عسكريا والخروج من ازمتها السياسية ولا صحة لما تذكر وسائل الاعلام الاسرائيلية وان تلك الاكاذيب تعبر عن حجم الازمة التي تواجهة الحكومة الاسرائيلية ده اللي مصر بتعمله هو لما رئيس الامريكي اتصل برئيس سيسي احنا فتحنا معبر رفع بالتنصيق مع اسرائيل يا اكمل بص يا جماعة عيب كده عايزين نقاطي المعارضة المصرية مصدقية حقيقية عايزين نخلي المعارضة يبقى عندها فكرة انا اقدر اواجه بيها الحكومة انت رايح بيها فين كده بقى انا بعمل كل ده دوليا وانت تيجي تقولي تراك وع الموقف انا تاني دون المعارضة المصرية لا قيام الحياس سياسية كل الاحترام والتقدير لكل الناس اللي في المعارضة المصرية كل الاحترام والتقدير لكل رأى ينقد ولا يهدم بس عب دلوقتي وما تجيش في النقط دي وما تخبطنيش في حاجات واحدة القانون حماها 100% والتانية في توقيت وانا بحارب دبلوماسيا لكن اديني افكار في الدعم النقدي واديني افكار في كزا واديني افكار في كزا والناقش في كزا واحضر واقول واعمل ده طبيعي لكن جاي على وسيلة إعلام مصرية كبيرة ومحترمة ولسه الوطن العربي مكرمها وجاي تنتقدها دلوقتي وانت بتنتقدها بتنتقد المؤسس وبطلع البيانات مين مؤسسها العسكرية وبرضه دور مصر اللي مش عاجبني يا عم إيه ده يا عم إيه بإحنا بنحارب يا عم إيه بإحنا بنحارب لكن حزب المحافظين مصمم على إنه هو يعمل بروباجندا من أجل إنه أكون موجود ورينا كده كان كاتب إيه والنبي أهو تراجع السلطة المصرية عن التضامن مع دعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولي سياسات متخزلة بصي بقى والله يا العظيم ظلم 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 تاني ظلم 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 بمثابة المواقف بقى بتاعتنا بمثابة موافقة ضمنية على جرائم إسرائيل أنا كمصر اللي بوافق يا أخي حرام عليك والله العب ما على أكرم أكرم كورتون بس يعني هو إيه الأمور ماشية بشكل أنا مش حقيقة مش فهمه لكن التشكيك في أي موقف متعلق بالأمن القومي لو سبناه بالشكل ده هتبقى زيطة هتبقى زيطة أنا مع حرية الرأي أنا أكتر واحد يناشط يناشط بحرية الرأي وبيطالب حرية الرأي حرية الرأي وانتقاد وانتقاد للمسؤولين وانتقاد للحكومة وانتقاد للوزر وانتقاد لكل الناس وانتقاد موضوعي وليه ما عملتش دي هنا واجبتها هنا بس تفقاتها الأمن القومي هنبقى بنلعب في حتة غلط فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية هيبقى كلام عيب وغلط ومخالف القانون الهزار هنا والسماح بهذا التجاوز هنا خطأ كبير جدا سيكلف المجتمع المصري كله أشياء غير محسوبة أرجو انه المعارضة كل المعارضة تتحدث للسيد أكمل كرطان لأن فيهم ناس محترمين جدا وفيهم ناس موضوعيين جدا وفيه ناس عندهم أراء بناءة جدا وبنشوف معارضين في البرلمان أنا بكن لهم كل احترام وتقدير وليهم أراء احترم وليهم أفكار جيدة لازم يؤخذ بيها ولازم يتسمع صوته بس كده بالأسلوب ده في المنطقة دي دي منطقة ينفع فيها الكلام بالشكل ده أتمنى أن يعود السيد أكمل كرطان وحزب المحافظين إلى الثوابت الوطنية الأصيلة اللي في مواقف تتعلق بوقت الحرب ووقت الأزمة ووقت الدفاع عن مقدرات وطن نحن كلنا نكون على قد هذه المسؤولين ترجمة نانسي قنقر